رئيس النهاردة كان للقاء صباحاً مع الرئيس الإيراني مسعود بزاشكيان وهذا هو أول لقاء بين الرئيسين المصري والإيراني وزي ما حاكوا هذا اللقاء اللي كان عقب الجلسة الأولى النهاردة اللي كانت فيه قزان سيد رئيس أكد أيضاً خلال أو المتحدث الرسم باسم الرئاسة المتشارد دكتور أحمد فاهمي أكد أن الرئيسين اتفقوا على أهمية الجهود المشتركة لاستكشاف أفاق تطوير العلاقات السنائية المصرية الإيرانية تبدل وجهات النظر خلال هذا اللقاء سيد الرئيس مع الرئيس الإيراني حول التطورات في المنطقة أكد السيد الرئيس عفتاح السيسي أيضاً أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة زات تدعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استعرض في ذات السياق الجهود للصلاة المصرية المكسفة لمحاولة دفع مسار التهديئة والتوصل لوقف اطلاق النار في غزة ولبنان وأكد الرئيس ضرورة حجل الجهود الدولية لحس جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعر الرامية للسعادة التهديئة في المنطقة بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي عشاها المدنيون سواء في فلسطين أو في لبنان